السلام عليكم اتمنى تكونوا كاملين مزيانين بساحة جيدة وفي احسن الاحوال مرحبا بكم في قناة سويتشا مي كايك ديكوراسيون وليما ان شاء الله سنشارك معكم هالطويلة هادي لي اسهل طويلة لي ممكن تحضروا الضيوف الغفلة هاد الفيديو غادي نشارك معكم ان شاء الله اسهل وصفات لي ممكن تحضرهم كانوا مجنعين ديف يعني عيطولي في نهاري مشيت تسخرتو يعني وجتها الطويلة هادي دبا غادي نديكم تسخروا معايا ان شاء الله غادي نعملكم واحد جولة صغيرة في مركزونا بجدد عرفو كل حاجة منين شريتا واول حاجة مشيت كنشريها هي مشيت نشري الحوت لان الدنيا كانت عمره وخفتي تقاضى يعني انا الحوت دائما كخلي هو الاخري بالحق ده بمشيت يعني ندي هاد مخيونيس هادو بش نزوق بهم طويلة وحتى ديك النبخات ديك اللي جاو طوال ما عرفش بالعربية شني كي يقولوا لهم غادي ندي هاد نوعه هاد الحوت هاد الحوت هاد الكبيرة الصراحة ما كان عرفش شني اسمه باسبانيول حتى هي نسيت اسمة غادي ندي هاد نوعه هاد الحوت انجولاس كي جوفتاجين حتى هما مزونين وغادي ندي قانبا كانوا عاملين فيها شوية ده الوفرطة اه مهم غادي ندي واحد جوج ده ده شكيرات باش واحدة غادي نعمل مع الحوت هواحدة غادي نعمل مع الشلاطة اه غادي ندي حتى هاد الشلاطة هادي يعني هاد الخاص هاد اللي كيجي اه مخلط هاد نوع اللي كيجي تصد صلطة مخلطة دابا جيز نجي هاد الخضرة والفواجه غادي ندي اه اللاح وغادي ندي البطاخ غادي نهز تشامبينيونيس غادي ندي هاد اللي مقطعين اه اللي انا ما عنديش الوقت وغادي ندي اه زيتون باش نزوق باحته هو واخر حاجة غادي ندي ها هي اه الداسر غادي ندي هاد اللادو هاد يعني الفروطة غادي مكتفو اه جوج قل تولد اه هاد خرجت من مركزونا مشيت في الواحدة واربع وانتم غادي نستغرق في هاد الطبيلة هادي اللي جيتوا معايا اللي وجد اه اول حاجة غادي نبدأ بها هي غادي نعدل لاصوس دا الحوتة غادي نوريكم واحد طريقة دا واحد صلصة لي اسهل صلصة ممكن دا تحضروها يعني في وقت واجيز اه حاولت نفكر الحاجة اللي هما اسهل اسهل وصفة اللي ممكن تعدل بسرعة يعني في دقائق اه كيف ما اشتو عملت زيت زيتون عملت التوم حكوكا الملاح اه اللي بزار اه والسكنجبر او الزنجابيل صافي غادي ننخلي هاد التوم هاد يعني غير يبدأ يتقلى غشوية يبدأ يطل اولا يعني غشوية يطلع فيه سخانة صافي غادي نسيب عليه اه الفاتر اولا شامبينيونيس اللي كي يجيوا اصلا مخصولين مقطعين معدلين يعني انتو ماغر اه غا تصبوهم يعني غا تغطيبوهم سافي غادي نخلي داب هاد اه اللي شامبينيون كي طيبو وغادي نقوزون الحوتة الحوتة اه هوا السمن ديلا اه عشر الاورو تقريبا سافي غادي نعمل الحوتة اه فلفور اه من بعد ما خسلتها في مركضو نقاها لي وزولا كل شيء اه يعني نقاها ليمزين وخسلها لي مهم انا زيت اه خسلتها عاود واحد شوية ودهانتها بشوية الملاح وحشيتها في الفرن غادي نخليها غادي نخليها بغاية شوية يعني غاية لبايد من دو جدلي اه الصلصة ديلي غادي نحضر دابع لالفتر غادي نزيد واحد القليل من الفلفل الاحمر اللي قطعتو الى مربعات غادي نخلي هاتشي اه كدسوطة وغادي نمشي نخسل المخيونيس غادي نعملهم في واحد اه في واحد الطنجرة وغادي نعملهم في الماء اه اه اي طيبو دابا قبل ما نعملهم اي طيبو اه غادي نحاول نزولو لهم هاتوك الخويط واللفحة للشعر كي يكون عندهم غادي نحاول نزولوهم لهم ونخسلوهم واحد شوية عاد نعملوهم اه اي طيبو دابا قد نرجعوا عودن اللاصوس ديانا من بعد ما طب معنا شويةا lee شومبينيوم غادي نزيد ولهم هاتو هذه القنبى هاتي عاو غادي نخلي غادي ننسوطيوها هاتا الكنبا يعني خضرة جت شادي نحاول نطيبوها عاودوا واحد شوية وغادي نزيد لها هاتا الحنوط هادو او هاتواد هذا د السامك انا هادو شي تمر كادي نصلي في المغرب فموجودن يعني التوابل د السامك نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح كريمة دلخفق ممكن تستعملو طبعا دلطياب ولكن انا يعني في الفيديو السابق كنت سخوتكم باننا هاد الناطة هادي او هاد كريمة هادي دلخفق دائما كان شريه لي انه بلا 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 سكر وكتصلح لي يعني جد الحاجات اذا احتاجت الحلوة كان عملا بيها وادا احتاجت الطياب او كان عملا بيها صاف اذا بهناين بعد ما غلط لي اه الناطة كيف ما لاحظو هاده نزيد له واحد شوية اه للقليل من البقدونس او لشوية المعدنس سوف نخلي هاد الصلصة هادي ديالي حتى تتقل واحد شوية يعني هي خفيفة اخلي واحد تتقل داب الميخيونيز ديالنا طابو باش كنعرفوهم طابو كيتفتحوا يعني كيكونوا بمجدودين وكيتفتحوا بنسبة الناس اللي ما كاد عربشي وصافي دابا بغادي نكوب عليهم وح شوية هيدا دلمة سوف نخليهم يسقطروا ويبردوا معنا شوية دابا نقوز نتحضر هاد نوع هاده دلمة محر اللي كيقولولو نباخة بسبب العربية اه ما عرفاش شنو كيقولولو مهم باش نخصلو هادو انا خصلتو من زيان زائد كان عملوهم في الماء لها تشكل هذا وكن خليهم من عشر حتى خمستاش دقيقة اه في الماء باش كيزولو ديك الطراب عاو كان هرقو ديك الماء ونخصلوهم مزيان ونعاودو نعملو المرة الثانية عاود كان عملو لهم نفس الشي عاو كان خليهم في الماء وخليهم واحد عاشرة ولا خمس اه خمستاش دقيقة باش يزولو مضطرب اللي في وسطهم يعني شحال ما كان عندكم ضلوق شحال ما خليهم في الماء وعاودو خسلوهم ازيان عاودو شمخوهم وانتو ما ماشين يعني حتى يزولو ديك الطراب ليقيكم فسطهم كامل وهنا يف واحد المقلات عندي المعد نوس والتوم هما اللي غادي نطيب فيهم هاد نفخة هادو واجدتم وضعتهم على جانب ده فا غادي نقوزون من الحوتة بنسبة الحوتة فانا خرجتها من الفرن لانها اه طابت نص طيب فانا ده بغادي نعمل للقليل من الصلصة من فوق وفي الداخل ده ده الحوتة وغادي نعاودو نحشيها ونحشيها في الفرن تكمل الطيب دياله. دبا بعد ما حشيت الحوتة ديالي في الفرن غادي نقوز باش نطيب ديك النبخة اللي قطلكم او ديك المحار طويل اه عملت اه ضفت هنا يا الملح والفلفل اسود صافي غادي نخلي غير طلع معي واحد غلية شوية في ديك المعدنسوت صافي غادي نضيفو هاد المحار هادا دينا وغادي نخلي واه كي طيب مع السمرار في في التحرك ساعة غادي نمدونا نحركوه احت اه باش دعرفوهم طابو غادي تفتحوا معاكم يعني المحار باش دائما مليكي طيب كي تفتح دبا غادي نقوز باش نحطر اه السلطة اللي غادي نعمل في في المخيونس او لفي ديك يعني ديك المحار آآ غادي نقطع هنايا الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء وماطيشا وغادي نضيف حتى الباصل آآ بنسبا هاد سلطة هادي غادي نحاول نقطعها آآ يعني صغيرة صغيرة بززف آآ قدر المستطع قطعها يعني صغيرة دائما هاد سلطة هاد اللي كتكون فوق المخيونس دائما كتكون مقطعها صغيرة بزف هنتم شاهدتوا يعني الحجم اللي كنقطعون به يعني الخضراء كاملة كنقطعوها صغيرة من نسبة النبخات فهو ما طابوا معانا هم تفتحوا يعني ما قيت تعطلو شي بزف آآ في الطياب طاف هنا غادي نقطعها وحتى آآ البصلة تهيعة وغادي نقطعها صغيرة بزف طاف غادي نخلط هاد آآ المكوينة هادو كاملين وهنا يتفكرت انا ها نخصين طيب هاد القنبة هادي داللي غادي نعمل مع السلطة فهنا في المقلات عملت زيت زيت زيتون غادي نعمل لواحد القليل من الملح وفلفل اسود وغادي نخليها آآ سوطة لنحتطى معانا وغادي نرجعون السلطة دال الميخيونس ديالنا اللي اللي عدلنا غادي نضيف له الخال للم الحال الفلفل اسود وزيت زيتون وغادي نخلط المكوينة نفتح المخيونس على هذه الشكل نفتح المخيونس على هذه الشكل نفتح المخيونس على هذه الشكل طريقة سهلة كالجمزية ومنعشة نذوق السلطة ستجاء المخيونس على حزن المخيونس على السلطة من السلطة افضل المخيونس على السلطة نضيف السلطة مخبط السلطة اول حاجة غادي نعمل في الطبق ديلي غادي نعمل هاد الانواع هادو دي الخاص بنسبة للخاص فهادو كيجيوا مخصولين مع الدلين يعني انتم مغر كد عملوهم في الطبق ديلكون سوفي غادي نوزعهم على هاد الشكل هادا بنسبة هاد السلطة هاد اللي شريت فانا ما رددش لبل انها صوبة سحب لي سلطة يعني في الزربة مقدتي كان نقرا حيث يعني كان شرينا هاد السلطة طب حليدا فيها الجعدة او هاد الجازر هادا سحب لي هي هادك وبالزربة يعني غيها الزيتة ما رددشي البل حتى بديت كان عمل عاد ردت البل انها صوبة ماشي اه صلاطة سوفي دبانا خليت يعني زوت منها غاديك السلك اللي كان فيه اما الجازر خليته سوفي غادي نضيف اه زيتون على هاد الشكل هادا من فوق يعني الحاجة اللي غادي نضيف هاد السلطة هادي غادي نضيفهم غير هادا من فوق هاد السلطة اصبق لي شاركتها معكم بعيدة الطرق في في القناة اه هنا يا عندي موتاريلا اللي قطعت على مربعة تهيعة وغادي نعمل هيدا من فوقات السلطة كتجي كد حمق وسهلة كيف ما كد كد لاحظوا يعني ما كد خلطة محتاش حاجة اه التوابل اه يعني المكونات اللي عندك كاملين كد نزلوم هيدا فوق هاد الخاص هادا سوف نضيف الغنبا كيف ما كد تشوفوا اللي سوطينة وبقالي واحد شوية الماخيوني سعود تحتهما اه دفتهم غادي نضيف الثون غادي نضيف هادا بوكاس ديمر او سوغيمي سوف نتقلوا لتحضير السوس غادي غادي نحتاج فيه واحد الياغورت طبيعي غادي نضيف عليها القليل من الخل والقليل من المطاقت وغادي نضيف الملح والفلفل اسود كيبقى حسب الرغب ديلكم ولكن فلفل اسود يعني ضيفه غير القليل يعني غير شوية فلفل اسود داب هنا غادي نضيف العاصر اي عاصر كان عندكم متواجد سواء اندلت شينان هنه عندي الخخم عبينيا ممكن تضيفه غبينيا ولا مهم اي عاصر كان عندكم متواجد فهو غادي صلاح لكم باش دعملو هادا دلاصوس هادي وكيبما تشتو بقيت كنصوب يعني احتخففتها ورجعتها بهذا القاوم هادا سوف ينصبوها هادا من فوق ممكن دعملوها في هادو كنقوس دلاصوس ودنزلوا للطبق هايدا وبعد اللي بغا ايضاف السوس على حسب الرغبة ديالو ايضافه مهم انا نضيفت عليها تشكل هادا من فوق فهات الصلصة هادي كتجي كتتحمق كتجي مزيونا بززاف انتم ما تجربوها وغادي نشوفو كتجي مزيونا حتى مع السلطة دل فاوكي اللي نخلطه مع هابينيا وبتفحته هي كتجي مزيونا سوف ينوضعو هات الصلطة ديالنا على جنب وغادي نقوس دغيا عدل هادا انجولاس نسيتهم مهم عندي هنا ايضافة طاجين عملت زيت زيتون والتون ايضافه معه حتى الحر يعني هادوك جندياس ديك الحر الصغير ديك الفلفلات الصغيرين هما ضيفوهم صافي ايضافت كيفما تشو زيت الزيتون وده بغادي نقلي ديك التون انا هنا ايضافتها محقوكة وهي ما تكون شي محقوكة كتكون مقطعة الى شرائح سوف ينزعت ذيك زول ذيك التون اللي عملت محقوكة وعملت هذه مقطعة هيدا لها تشكل هذا دوائر كيفما لاحظته سوف يطلع فيها السخنة غير واحد شوية يعني تبط قلنا واحد شوية سوف ينزيدو هاد انجولاس هادو بالعربية ما عرفتش شنك يقول له لهلوم مهم ديك هادو انتم ما تشوهم يعني هاد النوع هذا الحوت ممكن دعملو حتى نوعد سوغيمي اللي عملوها على هاد شكل هادو فحل هاد الحوت هادو هو سوغيمي معدل حتى هو عوكي جيم زيون انا كيف ما لاحظتم ما عملش الحر لان الحر ما عندي شي معه نهائيا سوف نخليهم حتى يتقلو هادو انا يعني حضرتهم في هادو 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 طبيصلات هادو صاف ديك التون معدنو السليشة طلي من ديك المحر طويل فبغيت نسغلو عملتو هيدا مام فو باش نزيل به و باش يزيل يعطينا الماضق نزيلوين صافي هنا يا الحوتة ديالي طابط غادي نحاول نزوله من هاد صافيحة في الاول كيف ما لاحظتو كنت عملت ورق الزبدة ولكن بعد زولتو لانه تحرق فزولتو والحوتة ديالي يعني ما لاسقطش ملي عوتا مثل الناطسة في ما لاسقطش الطريقة دائما باش نزولو الحوتة ديالنا دائما كان نجبرو مشكل كيفاش غادي نهزو الحوتة وخصوصا اذا كنا بوحدتنا كنخافو دائما الحوتة ديالنا تهرس فالطريقة اللي جبرت هي هي هادي غادي نعملها لها تشكل هادي يعني غادي نزهق مسينيان تفصل ديركت بوحدة تهيب لا تعاب بلا حتى حاج صافي غادي نعمل بديك المرق ديالا غادي نخليها فاهمة غادي نزولو شي صافي وديك السلسا اللي حضرنا غادي نعملوها على هات شكل هادا من فوق في الفيديو السابق كونز شاركت معاكم واحدة الأورز جا تقريبا في حال هاد شكل هادا الأوكلة تهو حضرنا هب هادا لاصوس هادا بالشامبينيونيس اذا كنتوا بقي مجاة التوشي فانا غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف غادي بعجبكم هذيك الأوكلة حتى هي مزونة بززف وكتصلحتها هي يعني ضيوف وكتبقى واحد الأوكلة اللي هي الساهلة حتى هي وكتجي مزونة كتحمر صافي هادو كان هوم الوصفات داليوماء الساعة اللي نزلت في هات طبيلة هي هذي كما قد شوفو تلاتة واربعة واربعين بمعنى أنني وجدت هات طبيلة هادي في ججد الساعات يعني في التقديم والطاهي وكل شي آآ استغرقت ججد الساعات نتمنى هاد الفيديو هدا يكون الاعجاب دلكم وهاد الوصفات تكونوا آآ استفدتم منهم ويكونوا عجبوكم أنا حاولت نوصل لكم واحد الفكرة يعني واخا كنت مزروبة وقلت مستحل أنني نقدر نصور في هاد الضغط هدا اللي عندي يعني في هاد الوقت القليل اللي عندي نقدر نصور ولكن قلت غادي نصور لكم لأن الأغلبية كتحرف النملك ونمجن عناشي واحد دائما كتحرفنا شنو غادي نطيبو شنو غادي نعملو موهين دا بغادي نقوزو نا ندسر دسر كيف ما تشتو ان هني شريت دلاح البطيخ بينيا وشريت الطارطة دلادو فهدو هم الحاجات اللي غادي نعملو في هاد الطابق هدا ما غادي نزيد شي شي حاجة اخرى كتر صافي بنسبة بينيا فانا غادي ننقسمها هيدا على جوج موهين بلا ما مبقى نصدعكم بلا ما مبقى نهضر فانا غادي نخليكم تكملو على الفيديو كل شي واضح وباين في في الصورة اه نتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديلكم والكومنتاريوز ديلكم اللي كيشجعوني بزاف وكخليوني انا نستمر اه في اليوتيوب ما تنسوشي تبارتاجهم على العائلة ديلكم والاصدقاء ديلكم لتعم الفائدة وبجدد بالقناة دينا ان شاء الله بالنسبة الناس اللي اجدادين معنا واللي اول مرة كيشاهدوا اه الفيديو فاذا كنتع بجردكم اه يعني يعجبكم القناة تعجبكم المحتوى فما تنسوش الضغط على ابوني او توسكريبير او اشترك والتقطع للجرس باش يوصلكم كل الجديد ديالي كنعملو ودبا ان شاء الله وبعدل ان اخليكم احتياج الفيديوهات المقبله ان شاء الله امام